الإحسان تعريفه أجمل تعريف حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن بعض السلف قال هي المراقبة والخشية مراقبة الله في السر والعلن مراقبة الله في من يحبه و يخشاه و يرجو ثوابه و يخاف و عقابه والبعض قال المحافظة على الفرائض و النوافر و اجتناب المحرمات فعندما يتأمل الإنسان و هو يصلي و هذه درجة المشاهدة في الإحسان درجة المشاهدة بالقلب أن الله ينظر إليك فعندما تستشعر هذا الركن و هذه المرتبة فإنك تحسن الصلاة تجتهد و تخلص لله سبحانه و تعالى و المرتبة الثانية لا شك أنها أدنى و هي أنك تخاف من الله كما قال العثمين يقول المرتبة الأولى هي الطلب و الشوق مشتاق إلى الله ترجو ما عنده تتقرب و تنيب إليه سبحانه و تعالى فهذه الصلاة أولا شأنه عظيم لأن الأركان الخمسة فرضت في الأرض و الصلاة فرضت في السماء هذه لعظم الأمر و شأنه و أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة و أول ما يسأل عنه العبد الصلاة فينبغي أن يحسن ما هو الإحسان في هذه الصلاة أن يأتي بشروطها و يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني و يصلي يقول عليه الصلاة والسلام فتصلي كصلاته تقف كأنها صلاة مودع كما يقول السلام بخشوعها و بركوعها و بسجودها و بشروطها ثم تتأمل و تدعو و تفتهل لله لأن العبادة أصلا و شيء هي المحبة و الخضوع و التذلل لله و هي قمة التذلل و الخضوع في الصلاة تحصل في الصلاة تسجد لله و تركع لله سبحانه و تعالى النبي عليه الصلاة والسلام المتأمل في حياته تجد أنه سيد الخائفين سيد المحسنين عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل حتى تتفطر قدمه و يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ثم يقول ذريني نزلت علي آياته ويل لمن قرأها و لم يتدبرها ثم قام و صلى بل إنه يتحدث مع بلال يقول رحنا بها يا بلال و يفزع يفزع للصلاة و كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة صلاة يقول حبي بلي من دنياكم و جعل ثم قر و جعلت قرة عين في الصلاة يعني لا تقر عينه و لا يأنس حتى يصلي يناجي ربه يقول ذريني يا عائشة تعبت ربي لأنه وجد اللذة نحتاج أن نصل إلى هذه الدرجة العظيمة التلذذ و التقرب إلى الله و الدعاء و الابتهال تجد الكثير عندما يرى الإنسان يطيل في صلاته ينظر ماذا يفعل لأنه وجد لذة لم نجدها أحد السلف يقول جاهدت نفسي على قيام الليل عشرين سنة فتلذذت بها عشرين سنة نحتاج أن نصل إلى هذه الدرجة و هي درجة المراقبة لله و لذلك